سلام عليكم ازيك يا شباب ان شاء الله النهاردة في الفيديو دي عايزين نعرف ترائي كده كويسة بحيث ان احنا نقدر ننزل يعني التحدثات اللي احنا نعملها في الكورسات اول باول ان شاء الله طبعا لو انت مثلا يعني متابع الكورسات بتاعتنا وكده يعني فلو مثلا انا ازلت فيديو جديد فانت مضطرن انت تعمل كلون وبعد كده واللود وتنزل بتاع كله من الاول تاني يعني مثلا لو انا جيت مثلا الكورس بتاع الكمبيوتر فيجين او كورس مثلا بتاع project oiler تمام لو ان ازلت فيديو جديد فانت محتاج انت تنزل البتاع دي كله مرة تانية تمام تعمله تمام تعمله دامول لود وبعد كده دامول لود زيبه وبعد كده تعمله بقى ايه تشيل في الملفات الاقدمة اللي كانت عندك كلها وتعمل الملفات جديدة فطبعا دي مشكلة وانا كنت تبقى عاني من المشكلة دي بردك لما انا كنت تبقى تعلم في الاول وكده كان مثلا حاجات بتتحدث وانا مضطرنا ان نمسح الحاجات اللي انا حملتها وبعد كده هنزل حاجات جديدة وبالزيبه لو كان مسلا الكورس مساحته كبيرة فده هيبقى مشكلة جد فان شاء الله في الفيديو دي هنشوف هنعمل ازاي هنحل المشكلة دي ازاي وايه الحل الامسة اللي احنا نطبقه ان شاء الله فخليكم معايا في حاجة مهمة بس يا شباب بان احنا محتاجين نكون عندنا جيت متساطة على الجهاز فلو انت مش عندك جيت متساطة احنا عملنا فيديو قبل كده عن الكلام ده كله هتلاقيه يزاهر قدامك دلوقت وهتلاقيه تحت في التسكريبشن موجود عندك تمام فهو دي دي اللينك بتاع مثلا بروشيكت اويلر مش شرط ان هو يبقى بروشيكت اويلر اي اي كورس موجود عندنا اي كورس هنعمله على القناة هتلاقي له بتاع ايه هتلاقي له صفحة خاصة موجودة على جيت هوب تمام شبه بروشيكت اويلر كده هتلاقي يعني ايه فيه كتير هنا هتلاقي اوبن سي فيه وهتلاقي بايت اوتوميت وهتلاقي بروشيكت اويلر وحاجات كتير جدا تمام طيب بعد كده فهنا مثلا هناخد مثال بروشيكت اويلر فانت هتيجي هنا هتاخد بس اللينك بتاع الجهاز ده تمام هتاخد اللينك بس عملت اللينك هنا قطة هوت وبعدك هنروح هنروح بقى مثلا في اي حت تمام فلو انت مثلا عايز تنزيله على الديسك توب او على سطح المكتب فانت بتعمل بس كليك يمين تمام وبعد كده تقومين انا اعتذي هنا مختار جيد باشير مختار الاختيار ده تمام لو انت مثلا معندكش الاختيار هنعمل هي الخيال فانه حل المشكلة دي ازاي لو انت معندكش الاختيار wings دولار دلوقت تمام انما انما cracks هتيجي علي اي فولدر موجودا ع الجهاز او حتى على ديسك توب او اي مكان متى عنه على الجهاز تعمل كليك يمين وبعدك кос suddenly kimin و effتح لك ون ايتر من الكدرس تمام اهو هو دي النظام اللي هو يبقى مفتوح عندك هنا هو تمام طيب انا مش عندي الاختيارين دولار هنعمل ايه بص يا سيد انا ممكن هتيجي هنا تعالى مسلا في فولدر هنا هوت انا كنت عامله هنا في فولدر فاضهو تمام او فاي فولدر عندك على الجهاز فتعمل ايه هتيجى عند الجزء اللي موجود فوق هنا هوت وتكى سي ام دي اكتباس سي ام دي فوق هنا كده تمام وبعد كده هتعمل ايه بعد كده هتكتب الامر دي سواء بقف مين في جيت باش اللي احنا قلناها من شوية او هتكتبها هنا في الترمينال اللي موجودة هنا ديت هتكتب ايه هتكتب جيت تمام وبعد كده كلون سي ال او اني ايه تمام وبعد كده يا مين تدي له اللينك اللي انت عملتله قط ادي له اللينك تمام بعد كده تتك انتر شوف بقى اللي هيحصل شو كل دي هو بيعمل دلوقتي بيعمل كل دي قعب بينزل الملفات الموجودة على الجيت هوب بتاعتي تمام اي ملفات موجودة اي حاجة موجودة هتلاقي نزلت تمام وبالزبط اي شابها ما هي موجودة على الجيت هوب تمام طبعا بقى انت في الاول انت كنت محتاج مياه كنت بتنزله كأنه ملف مضغوط وبعد كده بتفكر الضغط عنه وبعد كده تنقله للملف او يعني ايه المكان اللي انت عايز تحطه فيه تاني ويعني واجع قلب او نملأ دي خطها واحدة ومرة واحدة على طول كده تمام طيب انا عايز بقى اوريك بقى ايه يعني دلوقتي احنا المفروض هنا لو انا جاءت فتحته اخر مسألة انا حلتها في بروشيكت اويلر كانت مسألة رقم 11 دلوقتي ان شاء الله انا هرفع مسألة رقم 12 ماشي هتبقى موجودة مين هتبقى موجودة على الجيت هوب تمام هتبقى موجودة هنا اخر مسألة هنا هيت موجودة تعالى عامل حتى الريلود عشان تتأكد هوق عملت الريلود وبردك اخر مسألة موجودة هنا رقم كام 11 تمام بما ان انا صاحب انا صاحب الريبوزيتوري دي او صاحب الصفحة دي فاني انا اقدر ان انا ارفع عليها ملفات انما انت متقدرش عشان انت مش مش انت صاحب الحاجة دي تمام فانا ان شاء الله هرفع دلوقتي المسألة حل المسألة رقم 12 وهنشوف بقى ازاي نقدر نحمل المسألة دي بس مش هتطر بقى ان انا نحمل كل المسألة تاني وبعد كا ايه امسح الملف اللي انا لسه محمله من شوية اللي هو الملف دي او قصد الفولدر دي تمام؟ مش هتطرنا نمسح اي حاجة من الحاجات دي تمام؟ بس كده فتعالنا نشوف هنعملها ازاي طب تمام يا شباب فان دلوقتي رفعت مين رفعت المسألة رقم 12 فتعالنا نعمل رفريش كده للصفحة تمام؟ هتلاقي المسألة رقم 12 اترفعت دلوقتي اخر مسألة نحلتها مسألة رقم 12 تمام؟ طب تعالى بقى ايه؟ دلوقتي انا عايزة ننزل مسألة دي بس انا عايزة عاملها بس مش عايزة ننزل كل الملفات دي التاني عشان انا حملت بس ملف جديد واحد لا انا عايزة ننزلها في رقم 12 دي فعمله ازاي؟ بصي اسيد تعالى هنا اول حاجة انت موجود فين؟ احنا موجود في التست زي ما احنا هنقوله CD تمام؟ شوف اسم البروجيكت اسمه Project Euler تمام؟ اهو وبعدك انا نقوله ايه؟ Get Bull فيه حاجة مهمة بس يا شباب ان احنا لازم نبقى احنا عملنا CD ديت ليه؟ عشان احنا لازم نكون جوه الفولدر اللي احنا حملناه من الget hub عشان الget يقدر ان هو ينزل الملف صح ويقدر يعرف ايه؟ يعرف هو ينزل الملف دي من ايه بالزبط تمام؟ اه حاجة كمان ان احنا ليه استخدمنا get bull ليه اسمها Bull Bull دي معناها بالعربي اسحب فكأننا بنسحب الملفات الموجودة على get hub عالجهاز بتاعنا باستخدام get تمام؟ فget bull معناها اسحب اهو شوف مسألة رقم 12 اه نزلت هي ديت المسألة رقم 12 تمام؟ طبعا قبلها ما كانش فيه موجود مسألة رقم 12 كانت اخرنا 11 دلوقت نزلت تمام؟ واخد بالك السرعة يعني بثانية هو ما خدش حاجة هو كل اللي حمله بس راح جاي يحمل بس الجزء اللي هو مين؟ هو لو جاي حمل ما قالك حملت الرقم 12 الفايل دي والفايل دي بس تمام؟ والتالي ساب كل الحاجات اللي هي كانت بتحمل قبل كده وبعدك كده تبدأ انت تشتغل لا انت مثلا خليك مركز معي في الفيديوهات وخليك متابع واي فيديو هينزل او اي يعني اي حاجة جديدة تنزل تبقى تنزلها على طول من جيت هوب شبا ما هي وارتك كده يا دوبك بتعمل بس جيت كلون وتدلوا اللينك بتاع الجيت هوب وبعدك لو اي حاجة جد نزلت تمام؟ تعمل جيت بول طبعا لازم بقى ان انا افتح كل مرة كده البتاع ديت البتاع اللينك بتاع الجيت هوب على جوجل كروم عشان اشوف انت نزلت حاجة جديدة ولا لا لأ انت ممكن تعمل بس جيت بول اهو تمام؟ هو كده كده يعني ايه؟ هتقول له جيت بول لو هو لو في حاجة جديدة فعلا موجودة هو هينزله شبا ما حصل هنا كده طيب لو ما فيش حاجة جديدة وانت زي الفول خلاص يقولك انت كل حاجة تمام مش هنزل حاجة كل حاجة يعني ايه؟ يعني اخر تحديث يعني مفيش حاجة جديدة نزلت فانت زي الفول زي ما انت كده تمام؟ بس كده فهو دي يعني ايه؟ ووفر جهدي كتير جدا وحاجة بساطة خالص ممكن تعملها يوفر عليك شغل كتير جدا بس فهو دي الفيديو بتاع النهارده يا رب يكون عجالكم استفدتم منه وياريت لو لسه مشاركتش معنا في القناة تنزل تحت وتعمل مشاركتش معنا في القناة تنزل تحت وتعمل مشاركتش على الجرس وشوفكم في الفيديو بقى ان شاء الله يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا